مهلا مشاهدينا منتقل لفقرتنا الأخيرة مع موهبة سورية هيك جميلة أكيد من عائلة فنية رح يكون معنا طفل ربيع جان يلي من أب ينتمي إلى أب مسرحي وأم صحفية شارك بمجموعة من الأفلام والمسلسلات كان أبرزة بقعد ضوء غير بيب سود وليزهر قلبي ومجموعة من الأفلام منها الاعتراف ودمشق وحلب مع المخرج باسل الخطيب وكما لعب دور رئيسي في مسلسل حارس القدس والتي اعتبرها نقطة تحول في مسيرته رح نحكي أكتر عن الفن والموهبة يلي من هنا نوصغار موجودين مع ربيع واللي أكيد إن شاء الله بنشوفه بالعالمية بدنا نرحب ربيع صباح الخير شكراً صباحاً نورة يا سيد صباحك يا سيد صباحك أول شي بدنا نعرف المشاهدين عن الفنان ربيع يمكن كل الناس أو كل المشاهدين عرفوك من مسلسل حارس القدس صورت هيك معروف أكتر الناس تشوفك تعرفك أكتر صح أنا ربيع جان عمري 14 سنة عندي كتير مواهب وأحلام بصراحة أهمة وأبرزة يعني أكتر شي بحبه وشغفه الأول هو التمثيل يعني من قتما كنت صغير كان عندي هاي الميول تجاه التمثيل وتجاه مجال التمثيل وهذا الحب يعني فبالفعل يعني انتثبت له معهد وشاركت بالعديد من الأعمال سينمائية والتلفزيونية والمسرحية وطبعا نحضر المستمر بهذا المجال لأنه أكتر شي بحبه بإضافة لهذا الشي أنا بحب الموسيقى أنا بحظف على العود من شي سبعة سنين كمان برقص بالي مسجل بمدرسة البالي من كمان 2013 وتخرجت منها السنة كمان بالشي المتعلق بمجال التمثيل أنا بحب القداءة والكتابة وهيك يعني بي برافو عليك ربيعة أكيد يعني ما في أحلى من الواحد يكون عنده مواهب ويستثمرها بمكان الصحيح اليوم خلينا بالبداية نحكي عن دور الأهل الصحيح والصحي بالاهتمام بأي موهبة عند الأطفال يعني ذكرت كذا موهبة يمكن أهلك ما بخلو عليك أنه يحطوك بأي معهد أو أي مدرسة أو أي اختصاص أنت حابب تجربه وبعدين تختار طريقك يلي بتحبه هكذا مهم الواحد أنه يتعلم كل شيء بالحياة صح الأكيد بالنسبة لما وضع الأهل أنه وجودهم مهمة كثير لأنه أول شيء يعني أول شيء بينشأ الطفل عليه هو العائلة فهذا الشيء مهمة كثير وبشكل القاعدة الأساسية بيجوز لميول الطفل فهذا الشيء مهمة كثير وأنا مثلا ماما وبابا من وقت ما كنت صغير كانوا يأخذوني على مسرحيات نتفرج على مسرحيات وحتى أنا كنت يعني أتفرج على تلفزيون على مسلسلات على الأفلام يعني وكنت تسأل ما كنت تسأل كتير وكنت تسأل طبعا وكنت كمان دور على بجوز فرص على معاهد لتعليم التمثيل ومن وقتا يعني أنا فتت على معاهد تمثيل يعني أنا دورت ولقيت أنه في معاهد اللي هو Future Stars ومن خلاله يعني فتت على المعهد وبعدين من خلاله شاركت بعدد من المسلسلات والأفلام اللي شاركت فيها مردل يسألك عنه دور كبير للأهل كان بدعمك مش فقط موهبة يعني التحقت بمعاهد لدعم هاي الموهبة التمثيلية كمان بتساعد اليوم لما نقول في كتير أطفال عندهم مواهب لكن الدعم من خلال الأهل ومن خلال الاتحاق بمعاهد أنه يكون في عندك فرصة لأنك تشترك بأعمال درامي صح حلا المعاهد شي مهم كتير وخصوصا من ناحية سقل الموهبة من خلال الثقافة يعني نحنا مثلا بالمعاهد كانوا يعني نحضر لوحات أو مشاهد لقصص قصيرة لتشيخف مثلا أو يعني كنا نقرأ من خلال المعاهد كنا نتثقف يعني الممثل مشان يصير أنه ممثل يعني مو بس موهبة مشان يكون حالة متكاملة تماما لازم يكون عنده ثقافة مشان فعلا يكون متكاملة فهذا الشيء يعني اللي بيرتكز على المعاهد هو أنه يكون لدى الممثل ثقافة وكمان مثل ما قلت مثل ما ذكرت من شيء أنه المعاهد هو بيتيح فرص للمشاركة بأعمال تمثيلية فهون بتكون أهميته نعم ربيا كنا نحكي تحت الهواء بسبب الظروف وبسبب كورونا شوي هلأ السفر ما كتير منقدر نحن نطلع خلينا نحكي اليوم شاركت بشيء عالمي أونلاين خلينا نحكي عنه وأي مرتبة حصلت ربحت ما ربحت شو كتسبت من هاي التجربة هو مهرجان أجيال السينمائي ويقام في قطر بالعاصمة الدوحة بس هالسنة أقيم أونلاين بسبب وضع الكورونا فكانت تجربة كتير مهمة هو المهرجان يعني بيكون في الأطفال مع بين السبعة والخمسة وعشرين سنة بيكونوا فيه كحكام أو أعضاء لجنة التحكيم بيشوفوا أفلام بيناقشوها مع صناع هاي الأفلام وغير هيك أطفال بيقيموا يعني بين السبعة والخمسة وعشرين سنة أطفال وشباب يعني بها المرحلة من قيم الأفلام ومن ناقشة مع صناعه ومنلتي بشخصيات كمان يعني سينمائية يعني فعلا مؤثرة وهم مثلا منتج مسلسل فرينز مخرج كمان أخرج عدد من الحلقات كيفين برايت ويعني عدد من الشخصيات ممثلة أمريكية اسمها أليكسي باباس مثلا وكانوا يحكونا عن تجارب وانوهايك فكانت بالنسبة لموضوع مشاهدة الأفلام وتقييمة تزربة كتير مهمة يعني هاتشي بصراحة أضف لي كممثل بس هالمرة خلف الكاميرا إنه ألا عمناقش أفلام يعني نحن عم نحكي عن يافعين السبعة على الخمسة وعشرين سنة عم نحكي عن مشاركة أونلاين عالمية واليوم أنت مثلا من بيئة حاضنة هيدا شي بيعطيك دافع ومسؤولية وسقل لإلك عملك 14 سنة يعني بعمر الورد بس لما نحكي عن تقييم ومشاهدة أعمال ومناقشتها كمان هي فيها شي من المسؤولية وأحيانا بدك تحس بدك تناقش بتفاصيل مع مثل ما قلت فنانين مؤثرين وين بيسقى الموهبتك وبنفس الوقت قداش بتكون حاسس إنه عندك إمكانية لتسقل هاي الموهبة ولا تقدر فعلا تناقش صح وكمان بيكون في منافسة إنه معي كمان من جيلي من كل إنحاء العالم من كل الدول يعني بالعالم فكان في منافسة إني يعني كسوري وخصوصا إنه الأوضاع اللي مرت فيها سوريا مو مثل اللي هني نمروا فيها فكمان هون بيلعب دور إني أثبت إنه يعني أنه أنا بابل أسشي عنهم سألوك عن هذا الوضع بسوريا لا ما سألوك فن فن كلا نعم خلينا نحكي يمكن حكينا بالمجمع لقدش مهم الواحد إنه يكبر الموهبة يمشي بطريق صح اليوم شوي هيكي عنا الفن بده هيكي شوية بوابع تفتاح ما كتير عنا شركات إنتاج بده معارف اليوم قدير بتحس إنه كمان إنه يعني لازم الفنان أو أنت كشب صغير إنه تبني علاقات مع أشخاص هنين أكبر منك بالعمر أكبر منك بالقيمة الفنية تتعلم منهم تكون حدهم حتى لو ما شاركت معهم بالمسلسل بس اليوم العلاقات هي نيحة لأدام المستقبات أي صح وكمان يعني بكل مجالات بالحياة إنه موضوع العلاقات هو شي مهم جدا وهو بشكل يعني إنه سبب لتواجد شخص معين بمجال معين بمجاله اللي هو بيحب يشتغل فيه فمهم يعني وخصوصا بناء العلاقات مو إنه والله يعني بناء العلاقات اللي بتكون قائمة على هذا المجال على التمثيل إنه يعني أنا كممثل ببني علاقتي مع شركة إنتاج أو منتاج هذا الشي بيخليني يعني متقبل تحب برص الفرص حتى أيوة أيوة وهذا الشي كمان بزيد الفرص يعني أما علاقتك بفنان هو يعني زيد فرص تعلمك أيوة فرص تعلمي واستفيد من خبرته وكمان يعني الفرص الأخرى بالحياة بشكل عام ذكرت بأحد المقابلات إنه نقطة تحول في حياتك الفنية دورك بمسلسل حارس القدس وكان هالمسلسل إلو أثر كبير علينا كلنا كل الناس تابعته خلل نحكي يعني كيف كان إلو هذه الأثر الكبير وهالنقطة التحول وقداش يمكن بعد هيدا الدور إنه أنا لازم أعمل كمان دور هيكي إلو أثر كبير وفرصة تكون مهمة هلا أكيد حارس القدس كان أقول له يعني الدور كتير مهم بأنه أشبع رغبتي الفنية كان يعني لسه مثلا أنه أول دور بهذه المساحة مع مخرج مهم اللي هو الأستاذ باصر الخطيب مع ممثلين مهمين فكان شكتير مهمه كانت مسؤولية كتير كبيرة أني أعمل شخصية المطرام بطفولته يعني هي شخصية حقيقية فأنا بدي يعني أنه ما أنشئ شخصية من عقلي وهيكي لا أبدي يعني أنه مثل ما كانت هي بعدك ترتجل دك تلتزم أيها أبدي ألتزم وخصوصا كمان في موضوع اللهجة كان لازم أحكي حالة بفعي اشتغلت عليها فكان يعني من كل النواحي كان يعني مسؤولية كبيرة ويعني الحمد لله يعني بعد ما نعرض المسلسل كانت الأعراء والنتائج كتير حلوة ومهمة يعني على صحيح المسلسل ككل يعني ككل صحيح نعم ربيعي يمكن أضواء الشهرة هذا المجال بيخلي العالم شوي هيكي يكون عنده شوفت حال ما بقى تهدي على الأرض وخاصة يمكن الشباب الصغيرة شفنا كتير من البرامج وهو تحضنت هاي الفئة من الشباب ولكن شفنا فشلهم إما بالمدرسة أو بعلاقاتهم الاجتماعية مع رفقاتهم اللي تربوا معهم اللي تربوا سوا اليوم ربيعي كيف يعني كيف عم تقدر أو كيف ما فتت بهي الدوامة ضلت يعني ضلت محافزة على ربيع اللي بيحب الكل اللي بيساعد الكل ما تعاليت على العالم هلأ هاتش شي موضوع التعامل مع الشخص الآخر بينبوع أنه عن قناعة تامة أنا كتير بكرة موضوع أنه التكبر وهيك بالعكس بحب الإنسان يكون متواضع بحب مثلاً إذا كان جنبي أحد عم يناقش بفكرة معينة أنه ناقش معه ما كتير تكبر عليه أو يعني أنه تكون متواضع فأنا هاتشي بالمدرسة؟ أبداً ما بحب يعني أنه تكون متكبر يعني هاي الشي ما بحب تميت ربيع الإنسان وربيع الفنان خلينا نحكي بالختام قلت ببداية حديثك أنه طموحاتك كبيرة أحلامك كبيرة عندك مواهب عديدة بتتمنى هيك تتطور شو طموحاتك وأحلامك إذا نقول شو بتحب لأدام يكون عندك مثلاً شخصية بتحب تمثل دورة بالمستقبل أو شيء يكون استثنائي تعمله هلا أنا هموماً يعني رعا عندي رغبة كبيرة أني كمل بمجال التمثيل وهذا يعني أكيد رح كمل بمجال التمثيل يعني أكيد عندي كتير يعني لسه في كتير أبواب مغلقة من فتحت قدامي هي الأبواب ممكن تكون أدوار ممكن مسلم ممكن تكون فرص تانية بالحياة يعني لسه الحياة قدامي فأنا يعني كل أدوار يعني بتأضف لي إلي بتأضف لأنه بجوز أنه حياتي المهنية يعني الشيء كتير رح يكون رح يكون سعيد فيه بصراحة فأنا يعني ما في شيء أنه ما بحبه إن شاء الله يا ربيعة تكون أيامك كلها ربيعة وكلها زهور وكلها تفوق ونشوفك بالعالمية وخليك هيك حلو وتزداد حلاء أكتر وأكتر يساعد صباحك ونغارك حلو موفق بكل خطواتك شكرا لكم نتمنى لك التوفيق نتمنى هيك تحقق كل تموحاتك وأحلامك ونشوفك فنان مش فقط على مستوى سوية على مستوى العالم شكرا لك ربيعة شكرا